هاخدكم بقى المنتخب اخر هو منتخب الشباب الحقيقي برضو اخد رأيكم في الموقف الحالي والهجوم العنيف والشديد الحقيقي على منتخب الشباب برأيه انت حد تفرج على المطشين اول مطشي لا بس اتفرجت على المطشي اللي فات تونس ده اول مطشي اللي قابله اللي هم كذبوا الجزائر ثلاثة لا انت منتخب شبابا بالتالي طبعا انت عارف يعني المنطقة دي بتبقى عاملة ازاي برأيك في الهجوم ده خصوصا يعني في ناس تقولك لا ما ينفعش ان اللي بيحصل لمصر ده خصوصا مهما كان انت رسا مبتدي اه لكن انت عارف ان انت ممكن هتقابل منتخبات كبيرة فما تتغيرش بالسكور ده والمتوقع برضو منتخب مجال منتخبه كبير لان ده هيأثر على نفسية الاولاد والسن ده مختلف عن فريق كبير المتفارق كبير ممكن لعبي يعني عنده الخبرات الكافية ان هو اه يتعافى وبالتالي ده كان خطأ كبير انك تروح بطولة الشمال افريقيا وفيه ناس يقولك لا ده جراءة طبعا من كابتن واي لان انت بتاخد التوقيت ده انك تخش بسرعة وتدخل لعابتك اللي هم ممكن ما يكونوش لعبوا مباريات رسمية او مباريات ودية طبعا دولية انك خلاص بتخليهم بقى في المنطقة دي وتبتدي تبني على ده بقية المرحلة اللي جاية ده تقريبا زي ما هي الحج عامر اللي هي عشر شهور رأيكي لا انا وجد نظر يا كابتن يعني المنتخب ده متجمع بالودي ده ده رسمك اي يومين اه انا بتكلم يعني انا بتكلمك بسألك عشان اقولك يعني اعتقد ما يقل من شهر حاجة زي كابتن مستحيل مستحيل تحكم على منتخب الشباب انا لعبت وحضرك لعبت منتخب الشباب او منتخب اي منتخب عشان يوصل لفورمة وانا صراحة لا يكون فاونيك كابتن وايل شايفه برضو هجومه يعني هي مهنة صعبة طبيعي اللي انت هتحطت على تلك المنتخب تدريب انا شايف الموضوع لسه بس هو دايما خلي بالك في المنطقة دي ما حدش يعني ما بيبدوش تقييم الا في نهاية لكن دلوقتي انت بتبتدي التقييم من البداية بس انا انا وجه نظري اللي هو يعني البطولة دي مفيدة للمصر والمنتخب والمنتخب ده حتى مهما اتغلبت بعدد بصها كابتن انت بتتكلم في عشر شهور عشر شهور ده او سنة بالنسبة لمنتخب رقم قليل جدا عشان تقدي فريق تاني حاجة انت عشان نوصل انا فكري احنا منتخب الشباب عشان نوصل الفرقة تتكون عادنا مثلا سنة او سنتين واللي فانشه وكادش الناس موجودة في اول المنتخب فالص طبعا وده طولة وده مطشط واحتكاك قوي اللي هو كابتن يعني كابتن هو اللي يحط ايده على الفرقة وعلى العناصر اللي اختار اه طبعا هي النتائج يعني هتبه فيها هزة شوية وصعبة ومشكلة اللي انت منتخب مصر في افريقيا وانا قلتلك في كل الاعمار السنية انت بتبه مطالب اللي انت على طول رقم واحد واحنا كان بتقلنا كده واحنا منتخب الشباب مع كابتن حسن شاحطة واحنا صغيرين وعلى منتخب مصر انت اتروح بافريقيا هاخدها تصفيتها خدها فده ضغط بس بس انا شايف اللي هي هتفيد وانا شايف اللي التقييم مش دلوقتي خالص والموضوع يعني تعارف الناس دي متخوفة لان مثلا منتخب كابتن محمود جابر مثلا كان النتائج ما كانتش معبرة انت بتخسر مطوطة الامم عندك فيه نقطة في الموضوع ده بقى لازم نتكلم بصراحة انا اديت كابتن شيتوس اديت اي حد كابتن ابراحمن خلاص حطيته السكر للرجل ده ومدير فن يبقى دعمه يعني اما من الاول خالص يبقى بقى انا دي المشكلة انت عايز رأيي انا من اجرأ المداربين او المداربين فنين اللجوم في السن ده وارم طبعا طبعا ومدارب كويس وعنده خبرات واحتجاج ومنظم ومنظم ومدارب كويس بس هي فكرة الهجوم على انك برضو وانت بتتغرب فانت كان التفكير او الكلام على اختيارات لا اسماء مثلا موجودة دول منتخب فضل الله اولا يعني كابتن والد رياض لو هو بني ادم اناني وبيفكر في نفسه وبيفكر في المرتب ما كانتش راحل بطولة دي ده رقم واحد انا بقول لك هو قريب ورع دماغه واخر اي كلام من الناس مدة طويلة ده اولا لا ثانيا برضو اللوم مع احترامي طبعا على اتحاد الكريب خم واحد هو ايه اصلا سبب ده انا بسمع عن تشكيل منتخب 2005 ده بقلي سنة هو هو تأخير اصدق ليه تأخير انا دلوقتي زي ما الكابتن عبدالسلام قال المنتخبات دي يا كابتن انا اتحدى ان فرقة يكون راحت هناك في البطورة دي معينا المدير الفني قبلها بشهر اتحدى المستحيل ده مستحيل ده ما بيحصلش غير عندنا بخلمك بقى امانة يعني يعني حتى ميكالي قبل التصفية المؤهدية الولمبيات بتعاين قبلها بثمان شهور بتعاين بقى مع سنة عمل ازاي ايه بس خلي بقى لك انا ممكن اتحد كورا انا بعين دلوقتي بس انا مسلا ما كنتش عايزك تشترك في البطولة دي دولة اصرار المدير الفني لانها البطولة دولية ايه وليه اصلا ليه ليه ما عينش من بدري وبعندي وقت واشترك وبعدين ده انا في سن مبارايته غير مزاعة تليفزيونية يعني انا بالصدفة كنت في نهاية دي مرة لقيتك كابتن شيدوس في ماتش في بطولة 2005 لان هو في الاخر ايه هو بيختار من اين بيختار يعني مفيش تليفزيون مفيش حاجة بيلف فانت حتى باش ميديله فرصة ان هو يلف طيب البطولة بقى دي مفيدة اه بس معها كابتن علي عبدو اه هو تمام اه عشان الحتة دي جميل بس محتاجين وقت الوقت حتى كتمرين موانت مع الفرق دي تقدر تخدهم اللعيبة معسكرات مفتوحة بيبقى عندك وقت في شغل كتير وبعدين حك في السن ده بيبقى عندك افكار معانة لا عايز لسه توصلها للعيبة هو حرفان ملحقش يعمل حاجة ده رقم اتنين البطولة دي مفيدة بالتأكيد بالرغم ان هي انا متأكد ان هو رايح هو عرف انها فيها مخاطر بس مفيدة لان برضو في الاول والاخر هي بتبين للجهاز الفني يعني معدن بعض اللعيبة برضو يعني انا عارف ان النهاردة فيه لعيب مثلا انا شايفه في الدورة عمل ازاي روح تناك لقيته شخصية جريئة في السن ده انت ممكن تشوف لعيب مكسر الدنيا في الدورة ولكن تيجي في المنطقة دي في المنتخب في معسكر في حاجة لعيب فاصلا مطلوب 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 كتير فدي اول تلات مباريات وتقييم بالقطعة ولا بالمجمل النهاردة انت حصلت ثقتك في راجع انا بكلامك بقولك في المرحلة دي التقيم دائما في نهاية في النهاية لكن دلوقتي الناس بقيم منتخبات العمارة الصغيرة دي كمان صعبة جدا غير المنتخب ده انت بتتكلم في بحر لعيبة يعني الامور صعبة جدا فدي حاجة الحاجة التانية انا ازاي بقولها حاجة هي هتبقى ميزة بالنسبة للكابتون نوارد ان هو بدأ يعني اخذ خطوة البداية لو خرج من البطولة دي باربع خمس لعيبة هو يبصم عليهم وان دول ناس ما عارف في المرحلة اللي جاية هو الكاسبان يعني فأنا بحاجة وراجع وبعدين انت بص يا خبت انت انت النهاردة حاطت امل على مدرب مثقف دارس مع الجهاز بتاع ميكالي بقاله فترة يعني فخلاص انت مفروض ان انت يعني تاخد نفسك شوية وبعدين احنا نتكلم على ماتش هو هي مشكلة هو ماتش الاولاني انا سمعت اراء برضو كالكويسة جدا اعتقد ان هيبقى يشوف احنا نتكلم على ماتش